اشتركوا في القناة هو اللي يسأل نفسه كل يوم عند النوم ماذا قدم للإسلام وأقل ما تقدمه كثير وخير أنه إذا جاءك مقطع لأحد المشايخ المعروفين على المنهج السلفي أنك تنشرف ماتا يقتصر عندك بس أن يهدي الله بك رجل واحد الخير لك من حمر النار بلغوا عني ولا واي وهذا عمل حظيم وجهاد كبير جدا وعدم أن الله يسر وسائل الاتصال والتواصل قامت حجة الله عليهم عذر الصحابة رضي الله عنه مسافر بعضهم إلى بعض في حديث واحد مدة شهر ذهابا وشهر إيابا حديث واحد تثبت هل هو سمع من النبي صلوه لا والإنساني بضغطة زر ينشرفين تجمع من الخلق يعجز عنها لا أود من التنبؤ لكن إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون أدينك احذر أنك تروج صاحب بدعة أو حزبي لأن الحزاب ذوله هم على المدى كل حزب ما لديهم فريحون كلهم مضادون للسلف الصالي قولون من خير قول بري ومرقون من الدين كما يمرقوا السهم من الرمين في رواية ثم لا يرجعون إليه استدل بهذا على كفره كفر الخوارج من شابههم وأول صفة للخوارج أمران الأول أنهم يطعنون في السنة والثاني أنهم ينازعون إلى الأمر أمرهم سواء من العلماء والحكام وهم ينازعون الحكام سلطانهم وينازعون العلماء بصرف الناس عن العلماء فإذا شفت أحد يحوم حول هالأمرين يعلم أنه حزبين هالك والخوارج من يوم ظهروا إلى اليوم ما قامت لهم دولة ما قامت لهم دولة باسمهم ودولتهم كذا كذا إن شيء مدد من الكفار يعني إنهم ينفذون سياسات الكفار لكن ما قامت لهم دولة تحمل الإسلام تنزعونه تنشر أبدا وإن أظهروا ما أظهروا يتبين من خلال السياسات والسنين إنهم موالين الكفار غدى الإسلام والآن مش هل تعرف الآن الشؤمن الأحزاب أنه كل أذيان للمجوس رئيس المجوس في زمن الحاضر الذي أسس له الدولة هو الخميني عليه من الله ما يستحب يقول في كتابه الحكومة الإسلامية إن من ضرورات مذهبنا وينتسب للتشيع أن لأئمتنا من الله مكانا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنه محيطون بالعرش ويعلمون خفايا الغيب وذرات الكون ماذا ترك لله تعالى؟ مما أعلن تصدير الثورة وانظر كيف أذياله في كل مكان وهم يعلون الولاء لهم ويصدرون عنهم وهذه الدولة المجوسية مجرمة تتخلى عن ذيالها وقتل أزمات تبيعهم أرخصتهم لأنهم بعضهم من بعض العدو كلها مصالح دنيا ما في شيء الله تعالى ذكر أنه يتبرؤون بعضهم من بعض تبرأ المتبوعون من الأتباع تبرأ الأتباع من المتبوعين يوم القيارة ويدعي بعضهم على بعض الله يزيد المضعفة من العذاب قال لكل مضعفة هذا يقتضي النساء يكون حازم ولا يغتر بالمسميات والألقاب ودعوة الجهاد ودعوة الإسلام دعوة نصفة المظلومين والضعفة هم يقصون في اسمهم هم المظلومين والضعفة واحد من وزراء خارجية الدول الغربية قالوا له وهو يعتبر من أصدقاء العرب قالوا له إن الشيع لهم جماعاتهم ميليشيات تسبب الأزمات في المنطقة الشرق الأوسط كيف تمدونه وماذا تعلمون هذا قال هم مظلومون مدة ألف سنة لأن النبي يمكنهم تشوف كيف سنة كيف هذا يصرح وهو معروف أنه صديقا للعرب صديقا للعرب وتوالي عدوه وتنصره ينصرونه عليك أو تنصره عليك والنبي سمذكر عن الخوارج لأنهم الواحد منهم يبيع دينا بعرض من الدنيا يعني بأيسر عرض قال الحسن البصري رحمه الله والله لقد رأيناه يبيع أحدهم دينه بثمن العنز إذا صار الدين ما نقدر عنده اهتبه يرحمك ولهذا لو تسمعون الأخبار تجدونهم يقتلوا آباءه وأمهاته وأزواجه وأولاده ذو مبرر الحين والعجيب أن هذا يظهر ويعده ما يخفى حتى يقتلون اللي في المهد والرضاعة لأوها سبب وهذا دليل أن الله نزع الرحمة من قلوبه وإنه القاسية قلوب من أكسب وإنه ما كتبت إذية وإنه أكسب من أهم الأمور الإنسان يحفظ متن من متون العقيدة عقيدة السنة والجمع مثل الواسطية واللمعة وغيرها ويكفي أصول الإمام أحمد والسنة الإمام أحمد تكفي كلها ما تجين هذا ثلاث ورق يحفظ من شأن إذا سمعت خطيب ولا واعظ ولا متحد في وسيلة علمية ولا كذا تدري أنه مخالف لأعلى السنة لا ما عندك ضبط لأصول أعلى السنة كيف تدري أخصر متن هو كذا السنة وصول السنة لو تقرأ أبسط شرح له يكفي يعني تقال لو ذهب أحد للصين يطلب هذا مو بغريب مو كذب وانت عجز لك تدري وانت في بيتك برك الله فيكم شكرا لك شكرا لك